موسيقى مجزل لهم واخر الانباء اهلا بكم عبر فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية عن امتنانه لسويد وجهودها المميزة لدعم لليمن في مختلف الجوارب ومنها ما يتصل بالجهود الإغاثية والإنسانية واشاد فخامته خلال لقائه بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويديا نيكا سودر بدور بلادها الفاعل في إطار الدول التحالف الأوروبي ودعمها لليمن وشرعيته الدستورية والذي تجسد بتعيين مبعوث خاص لسويد لليمن وفي اللقاء وضع فخامة الرئيس الوزيرة أمام مستجدات الأوضاع في اليمن وما يعانيه أبناء الشعب اليمني جراء تداعيات الحرب الإنقلابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وما خلفته من معاناة إنسانية طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن ومنها محافظة تعز وقال إن تلك الميليشيات ومن يقف خلفها لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد إلا لغة السلاح وهذا ما أكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة مع تلك الميليشيات الإنقلابية استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اليديد إلى اليمن مارتين جريفث وبحضور نائب رئيس الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالمبعوث الأممي في لقائه الأول بعد تعيينه وتسلمه مهامه كمبعوث سلام إلى اليمن مؤكدا على دعم جهود وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه وقال فخامته سنظل دوما دعاة سلام كتأكيد صادق على نهجنا وانطلاق من مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه وطننا وشعبنا نحو السلام الذي ننشده وقدمنا من أجله التضحيات والتنازلات تباعا في كافة محطات الحوار والسلام المختلفة والتي قُبلت دوما بالتشدد والرفض من قبل الميليشيات الإنقلابية التي لا تكترث لمعاناة شعبنا في مواصلة تنفيذ رغباتها وأجندتها الدخيلة قام رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بزيارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 والذي تشارك فيه بلادنا من خلال الهيئة العامة للكتاب للمرة الأولى من انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة في العام 2014 وتعرف رئيس الوزراء على جناح بلادنا الذي يشارك للمرة الأولى من انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة بسلسلة من العناوين والاصدرات الأدبية معتبرا ذلك إنجازا ويهدا طيبا قامت به الهيئة العامة للكتاب بتوفير الكثير من العناوين والكتب التاريخية والسياسية والثقافية المناهضة للإمامة والفكر الحوثي لقي 28 مسلحا واصيب 23 آخرين من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي أن مواجهات عنيفة دارت في عزلة اليمن قهبان مقبنة أسفرت عن مقتل 28 من الحوثيين وإصابة 23 آخرين وأضاف أن الميليشيات الحوثية حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الميليشيات وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها الميداني في إطار العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير ما تبقى من مديرية برط العنان شمال غرب محافظة الجوف وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثية في مديرية برط العنان وتواصل التقدم الميداني باتجاه معسكر طيبة الاستراتيجي بعد حصاره من جميع الاتجاهات وفاد المصدر أن قوات الجيش تمكنت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحرير سلسلة جبال الظهرة وجبل المهور ومواقع الخور مشيرا إلى أن المعارك أسفلت عن سقوط قتلى وجرحة وأسرى أيضا في صفوف الميليشيات الحوثية حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع هامة في جبل الظهر الاستراتيجي المطل على منطقة فضحة ولا مناطق مديرية المناجم بمحافظة البيضاء وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني وصلت تقدمها الميداني في المناطق الواقعة ما بين مديريتين ناطع والملاجم كما وصلت قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني لإحكام السيطرة على قمة جبل الظهر وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإنقلابية وأسفرت المعارك عن تكبيل الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة